السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا كده مازلنا في شرح جوجل اد ومنكملين مع بعض شرح زي نعمل انات وده الفيديو التاني. طيب احنا وقفنا مرة اللي فاتت عند الجزئية الخاصة بالاضي وكلمنا بقى الجزء ده كله. ودي كده كل الاعدادات اللي قلنا في مرحلة الكمبين. ده اول مرحلة. فهنا اي اعداد اللي هتطبق قلنا ان تحتها اكتر من جروب. كل جروب بيحتوي على تارجت. وبيحتوي على اعلانات بقى. الصور نفسها اللي هتظهر للجمهور. فكل الاعدادات اللي احنا منها مرة فاتت. ناكد تاني دي خاصة على مستوى الكمبين بالكامل. يعني بتطبق على كل الاعلانات اللي موجودة في الحاملة الاعلانات بتاعتنا بكل استهدافات. طيب بعد كده ننتقل لمرحلة اللي فيها بقى الاستهدافات نفسها اللي احنا نروح فين ونظهر فين ونطرجت مين بالزبط. فبنخش كلاعادة نتبص لمرحلة الاجروب اسمها ليه? عشان برضو لما احب ارجع اعمل لها تعديل او احللها او ما شابها زالك. وبعد كده ننزل بقى ايه? ان احنا اختار يعني ان انت هتظهر فين في اول حاجة بيقول لك عليها اللي هو انت هتظهر بقى في اه الديمجرافيك بتاعك بقى ردد اه معلومات بقى اللي بتحط كمعلومات بتدخلها في الاكاونت او كاهتمامات. لكن احنا قلنا في الكلام دوت احنا اتكلمنا عنها شوية في السيرش. لكن هنا في يمكن بتظهر لي بشكل كبير شوية. فبرضو ما زال نفس كلامنا ان هو الاوديينس على جوجل مش فعادي. يعني مش قوي او مش هو اه احسن حاجة. بل بالعكس هو اقل حاجة. ليه? ليه ان هو معتمد ان الشخص اللي بيعمل سيرش على جوجل. هو مسجل او عمل على البراوزر بالايميل بتاعه الجيميل. فلو هو عمل بالتالي جوجل هيقدر يتراكه ويفهم هو مين بالزبط والعمر بتاعه ايه? ويمهتم بايه? ودخل على ايه? هو ما يشابه زي. اما لو هو مش داخل على اكاونت جوجل فبالتالي مش هيقدر يعرف عنه اي معلومات. بالنسبة له شخص مجهول. بالنسبة له شخص بدون هوية وداخل بيستخدم الاداة بتاعه. فعشان كده دايما في حتى واحنا بنعمل لما نخش كده. ما نتكلم بقى لجوجل انالتك. ونخش تلاقي دايما نسبة الانون الناس الغير معروفة كبيرة جدا. بتكلم في سبعين في المية وتمعين في المية. تلاقي نسب ضخمة يعني. اه الاول كان بتوصل سعين في المية وخمس سعين في المية وتسعى وتسعين في المية كان. فهي في ناس بتاع تستخدم بداية تتغير الاستراضيش بتاعها. اه بقى في ناس بداية تغير. بس ما زال نسبة ضخمة جدا اللي هي نسبة الانون. فعشان كده مازلنا ما بنستخدماش. هي برضو لو سريع انت بتخش منها مسلا حاجات خطلها حاجات خاصة بديمجرافك حاجات شوية تختار منها الحاجات القريبا منها. طب هنا مش نستخدم اي حاجة. لا هي في حاجة واحدة دي اللي محتاجين نستخدمها من هنا. اه لو هي عملية دي لما لو احنا عملنا في كده ما دخلنا عملنا من هنا وبعد كده قمنا عاملين من فهنا لو عملنا موضوع ده وحابين بقى نعمل نتراك ناس محددة يعني نتراك ناس آآ معينة فساعتها بنتراكهم بقى من هنا هتلاقي الحاجات دي ظهرت هنا ونبدأ نتراك الناس دي. برضو عملية هنتكلم عليها قدام شوية. تاني انا هنأكد عليها تاني برضو قدام فالكن هنا في مرحلة لو هتستخدم هي دي الجزائية بس غير كده البي تجاه له خالص على الاقل اه دلوقتي وممكن كم سنة قدام كان. طيب بعد كده بننزل لجزئية سماعات موغرافيك لما نفتحها بص برضو لها نفس الكلمات اللي هو ده رجالة لاستات والا اج والعمر بتاعك وهكذا. نفس الفكر مرضو ما زلنا بداخل برضو المرضو بتاعها ضعيف جدا جدا جدا. فمن ركزت عليه. انا هتقومي احط لك هنا دا اتلاقي ده من النون. وهي ده النسبة الاكبر يعني. يعني انت لو شيلت اللي تشيك من النون فانت بتقول له بصد انا مش عايز تواجه. فانت لقى شيلت نسبة كبيرة جدا من الجمهور بتاع. طيب. بعد كده بقى خلاص احنا عدينا اللي هيتساب. وهنمسك في اللي جاي بقى. اللي جاي اول حاجة لقى ايه? او الجزء بقى بتاع كله. لما هندوس عليها هيطلع لك التلات حاجات اللي بنلعب عليهم او قوة الديسبيلية فيهم. اول حاجة عندي هنا فانو بدوس عليها. اطلع لقول لي طبعا هو هيكريت لي هنا زي مجموعة كده ممكن استغللهم كل شوية بعد كده قدام. مش عايزينا دلوقتي انا بنتكلم علياه قدامنا مرتبطة بحاجة. اقولوا لا انا هعمل كل حاجة ايه يدوي مش عايزة سايف حاجة دلوقتي. المهم نزبنا حتى النقطة ده خالص. انت هتدوس على وقول له نوت ناو. وتخش هنا اقول لك اكتب لي اللي انت عايز سترجته. فاكتب له مسلا تسويق. او تسويق او ماركتنج بالانجلش. اه اللي انا هكتب له. او مسلا تسويق الالكتروني. او مش بتقرد تكتبها للمشتقات الكلمات اللي انت عايزة. طب هو بيعمل هنا ايه? هو هنا بيتراك الناس اللي اللي ليه علاقة او مش مش الناس بها الصفحات اللي ليها علاقة صفحات او ويب سايت اللي ليه علاقة بين الكلمات دي. يعني بيخش يبحث في قلب المواقع وفي قلب المنتجات في كل حاجة بقى خاصة بتاعي. يعني فيها مقالات او هكذا او اي منتجات. يبدأ يخش يبحث فيها. انت عندكو الكلمات دي انتو بتترجطه الكلمات دي. يعني انتو مركزين على الكلمات دي. فلو اللي جاءب نعم يبقى على طول بيتارجط الايه? ان الاعلان يزهر في المكان دي. يعني مسلا لو في موقع كاتب مقالة او عبو زاكر او متارجط كلمة تسويق فيها. ان هو مسلا يطلع بيها في نتاج بحس ان هو بيتكلم عنها بشكل مفصل. خلاص يبقى او انت بتقول له انه عايز ترجل كلمة دي اتفاعلانك يزهر في قلب الصفحات اللي في المواقع اللي فيها الكلام ده. بنا احنا بنتعامل على الويب سايت لكل صفحة في قلب الويب سايت ان هي لوحدها. فخلينا نتكلم بمستلح او الصفحة الخاصة بالمنتج. انا لو انت داخل الويب سايت معين فانت هنا بتترجل صفحة خاصة بالحطة دي. بالكلام عن التسويق او ماركتن او تسويق. دي جده انت بتترجل المواقع والصفحات من خلال الايه? الكلمات. طيب بعد ما تخلص خلصت الكلمات دي ده تدوس ده. يعني بتنساش تدوس ده. عشان خاطر ان هو يبدأ كده خلاص انا كده باتركهم ومدوسش ده ولا عملت اي حاجة. طيب حيني بيقول لك اه يعني بوس دي احنا عدناها طبعا عيفيكوز ايه هنا بس ترى ما انا قلتها. هنا عارف عامل زي اللي درس الفيسبوك عامل حاجة زي اللوكا لايك. فدي نفس الفكرة عاملة زي اللوكا لايك لها. انا هعمل اه التساع شوية هوسع الجمهور بتاع شوية اللي هو يحول يجيب اه اللي شبه الحاجات اللي انت بختارها او يبدأ يشوف مين الناس اللي انت بتتعال معهم ويبدأ ان هو يعمل عملية لهم ان هو يوصل لناس شباهم الى حد ما من خلال ايه العمليات اللي هو بيعمل له говорك ايه ده بيعمل نفس سلوك ده او ده نفس الاماكن زادية يعني مش شرط يكون مهتم بالحاجات اللي انت عالتها. لأ ده حاجات شبيهة بما انت مختاره او بجمهورك اللي تم التفاعل معك فيه. يعني ف overcناهج دعوة باللي انت كتبته فمش دايما بتجيب لك نتائج في الاغلبية الاوياغ ب tiveجيب لك نتائج عكسية. انا مش دايما بتجيب لك نتائج جابية. دايما بتجيب لك نتائج سلبية. طيب نرجع تاني احنا هنا ترجطنا الناس من خلال الاتنين اللي احنا سيبناهم عندي بعد كده اللي هي التوبيكس والبليزمنت التوبيكس شبيهة قوي بعملية الايه? كفكرة ايه. فهنا انت بتترجط مسلا كاتيجوري معين فممكن مسلا انت تفتح الكاتيجوري ديت وتختار مش عارف ايه هكاس. او مسلا اكتب كده فيطلع لي ايه الحاجات اللي بتحتوي على ماركتنج فقول لي في عندي هنا مجال اه الارتس وفي داخلها في حاجة اسمها تيبي وفيديو ده هو يعني اعرف ان دي حاجة ليه علاقة شوية كده هتعمل مسلا تسوق على القناة المهتمية بمجال الازارة والتلفزيون مسلا او ما شابها ذلك. هنا والماركتنج والماركتنج وهكذا يعني بدأ يجيب لك شوية الكاتيجوري كده ايه? انت عليها علاقة بالكلمة اللي انت كتبتها. فهو هنا بيعمل بيعمل ايه او بيعتمد عليه? بيعتمد على ان بتاع جوجل لما داخل الموقع قدر يستشعر ان هو مهتم بالكاتيجوري ده. او في مواقع كتير جدا بتعمل اللي هو نزام الكاتيجوري تصنى في الموقع بتاعها. فتقول والله انا موقع والصفحات ديت مهتمة بالكاتيجوري ديت. فخلاص عارفها بسهولة جدا. فانت هنا بتقول له انا عايزة ترجل كل المواقع ايه ان كان بقى او كاتب ايه ترى ما هو مصنف ان هو مسلا طبع الماركتينج. وبيتكلم مسلا ايدينا بشكل عام ممكن اسيبها بشكل عام هنا. ممكن اشيل بالشكل اللي عندي او او اتكلم على حاجة اكسر خصوصية. لو اقول له اللي بيتكلم عن الايميل ماركتينج اي كاتيجوري المصنف عندك ان هو مهتم بالايميل ماركتينج انا عايز ازهر في المواقع بتاعته. فهنا ديت ايه ازهر ككاتيجوري وليس ككلمات. لك او برضو بيقدر يفهم من خلال الكلمات او من خلال ان صاحب المواقع نفسه بيصنفه في قلب الكاتيجوري بتاعه. طيب دي كده بالنسبة للطوبيك. اخر حاجة معانا ويمكن هي اه من اقوى الادوات اكتر حتى من او هنا اكسر دقة بشكل كبير جدا. لو هي ان انا بقول له بصرا انا عايزك تظهر في الاماكن دي. انا عايزك خد المواقع دي او خد الصفحات دي عايزك تظهر فيهم. مش اهزك تظهر في اي حتى. خد ديت القنوات اليوتيوب دي عايزك تظهر فيهم. خد الفيديو ده بالتحديد عايزك تظهر عليه. انت بتخيل الموضوع بيوصل لزي اهو. يعني هنا ويب سايت هنا القناة بكاملة هنا فيديو كامل. هنا معين فاتح النزام او الاعلانات المبوابة اللي بتظهر عليها. وهنا دي كاتيجوري معين من. فلما تمسك مسلا ويبسايت. يبدأ يقول لك اللاي بحصل هنا فوق كده. اكتب كلمة ماركتينج بس. فهيخش يجيب لك كل المواقع اللي قادر يعرف ان هي مهتمية بالماركتينج. بس ناخد بنا هنا بالنقطة مهمة جدا. ان هي هنا مش هيظهر لنا في البحث دلوقتي. الا المواقع اللي متفعل فيها اعلانات ادسنس. فاهمين الجزئية ديت? يعني لو الماركتينج لو لو الموقع اللي انت عايز تراجته ده. لسه مش بالحجم الكافي اللي اتفعل في اعلانات ادسنس هم مش هيظهر لك هنا. عشان في ناس جيلة تقول لك يا انا اعرف موقع معين. اه او موقع واحد الناس تبحس على موقع فما يظهرش هنا. فقول لك ايه ده ده موقع متظهر في البحث. لأ دي ما لهاش دعوة بده. طبعا هنا بيظهر بس المواقع اللي متفعل فيها ادسنس. لو في موقع مش متفعل فيه ادسنس فمش ازهر لنا. لانه باللسطة اقول لك ازهر لك ليه ما هو اسم مش مسموح بتعرض اعلانات. هنا زي لك الاماكن اللي مسموح تعرض فيها اعلانات. فاهميني? فدي نقطة مهمة جدا لازل تخبرك. نفس النزام في اليوتيوب فيه قنوات كتيرة جدا على يوتيوب قنوات كبيرة لكن هي مش مفعلة نزام الربح مش مفعلة ادسنس عندها. فبالتالي مش هتزهر لك هنا هنا هزهر لك بس القنوات اللي متفعل فيها الربح فقط لا غير. ونفس النزام الفيديوهات وهكذا والقاب كل ده. فهنا بتخش تبحس ممكن تبحس هنا بشكل عام من برا. ماركري. فيجيب لك كل الويب على اليوتيوب وهكذا يقول لك ده عندي هنا في واحد تامنين ويب صايلة. عندي هنا في في ما فوق. هنا في الفي ما فوق. الكفيديوهات او وانا في عند رب حاجة وتقط خش مسا hintخش بسا على اللي جيب لك دي كزا وكزا وتقدر تختار كده في هنا هتلقى بقى تبحص وتجيب اللي ايه سيليكت حاجاته كلها وفي هو الواحد يقول لي ايه بص انا كده انا عارف رHOبة الحاجات ده كلها. انا متابعهم معارف يناول عش Mciance وعارف روابطهم وبجمعهم دايما في ملف ملف آآ ا episodes كان. فقول له هات الروابط دي سواء كانت الروابط دي عبارة عن روابط على روابط على روابط فيديوهات. هتهم كده كلهم على بعضهم. تعال اخش هنا دوس عليها. وخدهم يعني ممكن تخدهم كلهم على بعضهم. لو عادت تكتب مسلا مش عارف كذا كذا كذا. وكذا مش عارف ايه وانت كده بتحط ايه مجموعة مواقع مع بعضها. فهتقوم بديهم له. اه هدفهم. اه هدفهم ايه مرة واحدة. تمام? طبعا كل حاجة بتضيفها هي بتزهر هنا يعني المواقع اللي انا لسه ضيفها اه اللي مالهاش اي رابضيت اهي تلات مواقع اهو فممكن تشيرهم من هنا لو في حاجة دفتار مش عايزها ممكن تشيرها ممكن تشير خالص بس بعد ما تخلص خالص لازم تعمل ايه دوس ضن. فانا اختار اي موقع عشان خاطر ندوس ضن قبل ما يشتمنا. اهو وهذه ادوس ايه ضن. من ننساش كلمة ضن دي عشان في ناس خصيرة بتتبقى لها نسيتها تقول لي انا نترجط مواقع معينة. واجه خش وما لايش حاجة. فايقول لي ايه ده? لا انا متأكد ان انا ترجطتهم. ده جوجل هنك. لا اهو اهو اختارتهم بس نسيت تدوس ضن. فبالتاني ما سيفتش الايه الاعجادات بتاعتك. فبالتاني من جوجل مش هيشوف حاجة ومش هيزر لحاجة. تمام? طيب. خلاص احنا بقى شرحنا بعد كده عندي يعني انا على الجروب ده هحط بقى التسعير او المزاد بتاعي ان انا بقول انا مستعد اصرف ان انا اظهر بالاعلانات اللي في الجروب ده بسائل مسلا واحد جنيه مسلا على كل ممكن خمسة جنيه على كل كده. انا بحط مزاد. فبالتالي ايه اللي بيحصل? نفس فكرة عفقة الكورد. بس هنا موضوع يعني ممكن في اختلاف سنة بسيطة بس فهمك لفكرة الكورد تخليك تفهم دي بسهولة. انا برضو بقول ان في موقع اكس. انا عايز اظهر عليه. انا هنا من ضمن الترجط اللي حطيته ده اه كان موقع اكس. فانا عايز اظهر عليه. وفي فلان تاني عايز اظهر عليه. فيجي هنا يقول لك انت حاطت كم? فنقول له انا خمسة جنيه. والتاني يقول له انت حاطت كم? بقول له انا حاطت جنيه. اياحل وخلاص يبقى بخمسة جنيه ده هيزهر. طب ابي خمسة جنيه ده يدفع كاملة وحد يداس عليه كليكة. هو هيزهر. بس يدفع كاملة وحد يداس عليه كليكة. هيدفع جنيه وحاجة بقى. جنيه ونص اتنين جنيه. يعني يبقى ازياد من الايه من اللي تحت منه ده لو حد ايه عليه. طيب ده لو انا برضو اتحاسبت فوق قلت له فوق انا عايز اتحاسب بالكليك. في فوق بعض التسعيرات هنا بيختلف الموضوع في بقى ان في بعض فوق بتعتمد على فلو ان اقولت انا هعايزة المحاسبة بتاعي او انا لو عايزة المحاسبة هنا ايه اعملها بالكليك. لو في بعض بتقول له انا عايزة المحاسبة على يعني هنا هنرجع بره وره شوية كده. هنا برضا او او حتى موجود برضو في النملية الاستراتيجي اللي هنا. او بيقول سي بي ام. اه اه ام بريشن. هنا بالالف مش هقول مش مش اه الراية لوحدة. بقولنا بالواحد بالالف. فهنا لو قلت له انا عايزة حاسب فحيحاسب حتى لو ما يحظت ما ده لكن ده مختلف عن السرش شوي. السرش لا لازم فيه بيحصل. اما هنا لو قلت له انا عايزة حاسب بالامبرشن فهو بيحاسبني سواء حتى ده سكليكة ولا ما ده سكليكة. طبعا بتبع تكلفة ارخص بكتير يعني ارخص بكتير من ان انا اقول له انا عايزة حاسب بالكليكة بس في المقابل ان هنا متوقع ان ما يدوس عليك كليكة. يعني انت هتظهر قابس متوقع ان مش هيدوس عليك كليكة. يعني دي لي ما زعب ودي ما زعب. هنا لو قلت له حاسب بالامبرشن فبالتالي انت مسلا ممكن تحقق اه مئة الف امبرشن بمسلا بعشرة دولار. اما لو قلت له انا عايز اه فانت هنا ممكن تحقق الف امبرشن بالعشرة دولار برضو. بس هنا الالف انت خدت منهم مسلا عارف ان هم خدت منهم اه متين كليكة تلتميت كليكة خمسمائة كليكة انا كان. اما لاناك انت ممكن متاخدش ولا كليكة. انت ممكن فعلا متاخدش ولا كليكة. ممكن كليكتين تلاتة بكتير. وكذا. بس ممكن تاخد كليكات كتير او ممكن تاخد كليكات كتير. يعني ايه ايه? على هذا بخلينا اقول لك انا بلعب فيها دايما على حسن قوة الاعلان والجاذبية بتاعته وقد ايه هو جزاب وقد ايه الناس هتتفاعل معاه? فلو كان الكلام ده قوي جدا يعني هيتفاعله فعلا وهينجازبه معاه فعلا والاعلان شايك وما فيش حد ممكن يفوته. لا ساعتها بخليه لكن لو هو لا اعلان عادي او الشكل الطبيعي بتاعه ما فيهش حاجة مميزة قوي قوي يعني. فلا ممكن اخليه بالسي بي سي. وبرضو دايما بحب ده الاحسن بقى. اتخدش من كلامي. يعني اللي هو التجربة. اعمل تست. دايما بعمل حملة تست ده. واعمل حملة تست هنا. واشوف افضل نتائج بالنسبة لي جات من وابدأ اكمل عليها بقيت اللي ايه الحملة بتاعتي. طيب. ننزل تاني. بقيت بقى الاجزاء بتاعتي هنا اقول طوله انا احط المزاب بتاعي خمسة جنيه في الجروب. بتاعنا ايه المزاب بتحط على مستوى الجروب. كان هناك في قلب الحملات السيرج بتحط على مستوى كل كلمة. انا بالنسبة لي هنا الجروب ما فيش كلمات بقى في جروب. طيب اخر مرحلة بقى اللي هو بقوله خد الاعلان بتاعك اهو. بقوله ادني ويقول لي انت عايز ترفع اعلان ايه? ولا هترفع اد بايدك. بصوا يعني هنشرح الاتنين بس دايما هتستخدم الايه? اه ديسبيلي اد. دايما اه ديسبيلي اد. تشتغل ازاي? لو دوسنا عليه كده. دوسنا الله هنجا ليه. وبس ايوان. بس. لو دوسنا عليه بيبدأ يقول لي ايه ده? اني لما الشخص يدوس على الاعلان بتاعك اللي هو الاعلان مصور دوت او ازهار تحت ده يعني في بعض الاماكن. فلو دس عليه هيروح على الرابط ده. فناخد اي رابط كورساي مسلا. ماشي. فطبعا بيقول لي علامة التعجب عشان انا عايز اقول له لحط اتش تي بي بي اس. خلينا ايه? نجيبه. كده كده الموقع ده هسان لسه تحت الانشاء. عشان تتشار علامة التعجب. عشان ده اللي انا عايزك ايه? ده انا اه تبص عليه. شوف كان فينا علامة التعجب. خلينا نشيل الاس دي. هي حاجة ما مش تبع ليها علاقة بيك قوي كتنفيز. لكن ليها علاقة بيك يا راجع انت بتعمل اعلانات بقى على الموقع. لو شفت علامة التعجب دي بص بيها. فبالغالب هتلاقي عشان في ناس عملاء كتير جدا مش فاهمين. ما بيبقوش شاريين للموقع. بيبقوش شاريين بي اس. ما بيبقوش عاملين للموقع. فده ما يعني دايما اقول العميل انت ما تحسبنش على نتائج لو كده. خصوان الفترة دي. جوجل بقى بيرخم على المواقع اللي مش واخدى علامة الاس. ده او مش واخدى تمام? فهنا لو العلامة دي ظهرت لك على طول دايما انا تظهر لك اول ما تحط اليار اخد بالك منها كويس وابدأ اقول العميل لا انا عايزك الاول تفعل هالة خلاق ايش تي تي بي اس. هو موضوع بشكل مجاني فيه كتير بشكل مجاني. ولو فيه مكانش داعمها فهي تكلفتها لو اشتراء الوحدة تقريبا حوالي مية وخمسين دولار. طيب. فدي بس يا ملهاش ده انت ملهاش دعوه بيها مش هتنفزها بايدك يعني فهاش خطوة تنفزها بايدك يا بس كل الموضوع تبلغ العميل او بلغ اللي عاملوا الموقع انا عايز الموقع يكون اتش تي تي بي اسم وده بيبقى مؤسر جدا خصوصا في حاملات الديسبيلية يعني لان الترافق بيعليها كتير وممكن يتعمل لك اسم بلوك من اعلانات او يتقلل الريش بتاعك بشكل كبير جدا. طيب بعد كده هنا بيقول لك ايه بيقول لك بصر فعل شوية صور على شوية فيديوهات على شوية نصوص وانا بقى هشكل لك منه النص كده اه شوية اعلانات كده شكلها لديس. وانا على التجربة اللي انا عارفها هو يعني هو عارفها وانا هزبط لك شكل الاعلان. وده بتبقى نتيجته ايجابية جدا جدا ما حدش اقلق الموضوع يعني. فهنا بقول له انا عايز ارفع صور اقوم ديسلو. فيقول لي هنا بالنسبة لي ارفع لي صور وشوية لجاهات. فبقول له وابدأ اختال له شوية مسلا صور وشوية لجاهات. فقول له مسلا هاخد شوية الصور دول. هو فين فين فيش اي لجوة? فيش اه نفترض ناخد احنا. مهم هقول له وابدن. هيحمل معي عشوية ويمسك بقى كل صورة. لسه انا مش كده خلاص رفعات الصور. امسك كل صورة. هيقول لك الصورة دي عاست يسخدمها كايه? فهو ما اقول له كده ايج ولا لوجو. فعلم انت هو يعمل ايه? ليه? لان خلاص هياخدها كامج. طيب واحدة تانية يقول لك انت عايز تقس ان هي اه جزئية. طبعا دي الصورة بتاعة الصحفية اللي عملت بروباجندة وآه عالفادي يعني وفي الاخر اتفتحت وتعرف ان هي من دسة. طيب. اه دي كده مسلا انا خدت الجزء من الصورة دي. انا هعلم مسلا اعلام من الصورة دي. يعني ممكن تقس هنا من النهاية بتقس. ليه? انا بقس هنا بيدي لك مقاسين بيدي لك مقاس المستطيل ويدي لك مقاس المربع. فمقاس المستطيل هنا اه في مواقع هيظهر في المواقع اللي بيظهر فيها مقاس المستطيل تقول مربع نفس الفكرة. ناخد بقنا واحدة يقول لي ايه? انا بشوف بانهرات طويلة شوية. يعني انا ادوس بعدنا ادوس كونتينيوم. يقول لي انا بشوف بانهرات بالطول قوي بتبقى لها طول كده. ودي انت ما فيش مقاس دي هنا. اولا كنا بقى ان هو بيزبط المقاسات بتاعته وبيقض يحاول يعمل على انه يزبط او يناسب الاماكن دي كلها. اما التاني انت لازما لما نخش عليه لازما ترفع كل مقاس زي ما هو زي ما هو موجود في مواقع بالزبط. طيب انا مسلا شفت ده فرفعت هنا اللوجو. فانا عايز اخلي ده اللوجو. يقول لي ايوه فين اللوجو بتاعك في الحتة دي. فقول له بص ادي اللوجو هنا الحتة ادي اللوجو رسيلة اه. مش يقول لك ادي ده اللوجو لو ايه بشكل مربع. او اللوجو لو بشكل مستطيل اقول له اهو. ادي اللوجو بشكل مستطيل. هدوس له ايه? وهكذا دي بقى صور. ده مش عارف وهكذا. طيب في واحد اه طبعا هو اللوجو هو الصورة واحدة تكتاف لنا اللوجو والبقى كله صور يعني مش نستخدم كايه كاز كلوجو. واحد يقول لي تب ما انا بعمل التصميمات فيها اللوجو بتاعي. اقول لك هنا اصد يفضل انك اعمل التصميم من غير اللوجو. يعني اعمل التصميم خام وسيب اللوجو ليه? لان هو بيعمل ايه? هو بياخده اللوجو يركبه على التصميم في اماكن مختلفة. بس انت تبقى فاهم هو بيعمل ايه? يعني هو هتلاح حط لك اللوجو فوق هنا شوية. وهنا فوق هنا شوية. ومرة هنا ومرة هنا ومرة مسلا في الجنب في الجنب ده في الجنب ده. وكزا. فانت برضو لما تيجي تعمل تصميم ما تسحمهوش اوي. سيب مساحة انه يشكل لك اللوجو فوق وتحت ويومين وشمال. طيب انت في النهاية لما لما مسلا واحد وقال لك ايه? لا انا عايز اعمل تصميمات وانا هحط اللوجو بنفسي في تصميمات كلها. خلاص ممكن تختارهم كلهم صور يعني مش شرط في النهاية انك تحطوا لازم انت تحطوا صورة بتاخد لجو. لا ممكن تختارهم كلهم صور. لو بتقول له بس انت ما تحطش اللوجو ما تستخدمش اللوجو وتحطه في الاماكن اللي انت عايزها بمزاج. لا. انا هحطط لك اللوجو بنفسي انت بس تستخدم الصور اللي انا رفعها لك مع شوية التيكست اللي انا هدهم لك وشكل منهم الاعلان. فانا ممكن اجي مسلا على اللوجو ده اقول له لأ انت هنا صورة. تمام اوه. وكل صور يعني اقول له كل صور. ما فيش اي حاجة منها خالص بها لوجو. بس بعد كده ادوسيه. فحطيت الايه? ايه الحاجات بتاعتي? نفس النظام في الفيديو. ممكن اقول له هنا ايه اخد لك شوية الفيديوهات ديت. طب الفيديو ده هيظهر ازاي? ممكن تعمل سرش عليه مسلا. فيبدأ يطلع لك. هنا على فكرة يطلع لك بقى كل حتى لو مش بتفاعل عليها الاي دي. يعني مسلا لو جينا على بتاعت مسلا كورساوي. ايه ممكن اقول له ازهر الفيديو ده. انا عايز الفيديو ده. ويه كورساوي تاني واخد معك ده كمان. كورساوي تاني واخد معك ده. ويه مش عارف واخد معك. يعني اقدله بقى شوية الفيديوهات. وقول له ايه سيف. اخد هنا ايه? شوية الفيديوهات معي. مرة بقى هو بيحط الفيديو. مرة بيحط الفيديو ده. مرة بيحط الفيديو ده. مرة بيحط الفيديو ده. مرة بيحط اللوجه هنا. طبعا واحدة اقول لي والفيديوهات دي هتزهر على يوتيوب. لا مش هتزهر على يوتيوب. ايه ممكن هتزهر على يوتيوب. انا في انها الديسبيلية بيزهر في كل الاماكن. لكن هنا مش مركز على يوتيوب. بس احنا بتشوف اماكن كتير جدا او مواقع كتير جدا بيكون في مساحات مربعة تقبل ان يزهر فيديو. فبالتالي لما لاي. الامكانية دي طيب يوم ظاهر فيديو في المكان ده. طيب بعد كده بقديره شوية هيدلاين. بقول له مسلا والله هنا اه الهيدلاين بتاعي افض احجز احجز الام مسلا. اه. تمام? وانزل هيدلاين تاني. افضل الكورسات الاونلاين. ويه مش عارف هيدلاين تالت وهكذا هيدلاين رابع معك لغاية خمسة هيدلاين. نفس النزام آآ هيدلاين. ممكن بيدي له برضو معي. مسلا دايما مسلا بقى سيء خليه اسم الكورس. ممكن مسلا آآ ماركتين كورس. تمام. وبعد كده بدي له هنا هو حاجة واحدة بس. يعني مش بيسمح لي ان هو يدي نقطع حاجة. شنك دايما بقول بقوي بحطه لي اسم الكورس. اما برجعت هنا ودي له خمسة بيقعد يقلب ايه ما بينه. ويه بعد كده بقى ده اسم الشركة بتاعتك على طول. مسلا هنا ممكن كورساوة او انوار رسالة مسلا. تمام هنا اسم الشركة بتاعها. طب واحدة يقول لي ده السؤال بديه بقى هم بيزهروا ازاي. تمام بقى هنا مش هنقضى مش راحة اللي لما تقعد تبص هنا بقى في الايه? في هنا تقعد تقلب من السهم ده. يمينه شمال. فتكتب الحاجات اللي انت عايزة كلها. وتقلب. هتشوف. عمل بزر افضل كورسات ايه? اه اه اونلاين. مش عارف ايه? افضل كزا جاب هنا ايه? افضل كورسات اونلاين. ومعاها طبعا ما كتبناش ودي اسم البراند. وتبدأ تقلب تخش على الشكل التاني يوم زهر بالشكل دوت ومن الشكل التالت وهكزا. فتعرف ان هنا زهر ازاي حتى بالصور بالفيديوهات هو يقعد يقلب لك. كل شيء يقعد اللي ممكن تدوس بليه دي. وتقعد تتفرج هو يقعد يقلب فيه. فلما بتقعد تقلب الاشكال هنا. ممكن تبوس لها تلدن الناس كلها يبقى الاشكال كلها مع التكست متنغمة. فخلاص يعني تبقى كويس جدا فيه وانت بتقلب تلاقي لا. الكلمة دي ما تكتبتش كده لما زهرت ما كانتش يزهرها بشكل لائق. انا محتاج اعدل فيها. اما دي اه ده هتطور في حتة فان ايه. اما دي تب فعهمني انت بتعدل هنا بناء على ايه? بناء اللي انت شفت الاشكال اللي عملها هنا عاملة ازاي? وده اللي يفضل. يعني ابزل شوية وقت في الموضوع ده. يعني خليك قاعدة هنا شوية تفرج على شكل الاعلانات ويبدأ عدل فيما بالنهاية ان هو يبقى ظهر الاعلان بشكل متناسق اللي بيتفرج عليه ما يحس شو لك هو ايه ده? هو ايه اللي جاب الكلمة دي مع الكلمة دي? هو ايه اللي جاب مش عارف ده مع ده? لانه ممكن يركب لك شوية حاجات فعلا مش متنغمة. فانت هنا وانت بتحط الهيدلاين مع مع بتبقى مراعي ان هو هيقلب ما بينهم يعني انت بتراعي الجزئية دي. هو طبعا بيشوف افضل اه طريقة افضل حاجة لما تعمل حصل تفعل معها بشكل كبير وبيبدأ يثبت عليها شوية لكن برضو الموضوع ده بيتم بشكل ديناميك وبيتم بعد فترة. فانا حتى عايز اقول لك ايه اللي احنا انت الفترة اللي هيعمل عملية فيها عملية التعلم فيها انت تكتسبها او تكتسب منها حاجة. فانت سهل عليه الامر يعني ما تعدلوش ما تحطوش كلام الشارق والغرب وحاجات متنقضة خالص من فوق وتحت. وتقول له هو هيفهم. اهو ممكن يزبط لك الدنيا ان يبقى يعني توصل لافضل شكل ممكن. لكن ده هياخد وقت ومجهود وهيستنفذ منك فلوس في النهائي. فانت حاول ازا تقول بنسهل عليه الامر شوية او هنا حتى ايه بيعرض لي السورتين اللي فاتوا بيعرض لي شكل الفيديوهات. تمام? بس انا كده يعني عدت اقليب وخلصت كده شكل الاعلان. اول ما خلصت اول اعلان بادوس له ايه? اه تو اد جروب. اقدر بعد كده طبعا هيقول له خد دوس ديسكريبشن. اقول له مسلا تيست. كده اول ايه اعلان? ممكن احط اعلان تاني وتالت ورابع. ممكن اعمل له مجرد قبيع. واعدل بس في التاني اعدل فيه شوية حاجات. مش اكتر. تمام وهكذا. فنفس الفكرة ان الجروب زي ما هناك كان الجروب يقبل اكتر من اعلان واكتر من كورد هنا الجروب يقبل اكتر من اعلان. طيب اشكال الاعلانات التانية. خلينا نبص عليها برضو سريعة. بس يزمن نمسح دول بقى. نترمض على خلت في اد مش هيقول لك بقى تروح اتكاريت لي تاني ايه? اه طيب. الاشكال التانية طبعا التالت ده ان انا بروح اجيب في حملة كانت اعلانية موجودة قبل كده. مسلا هتدوس هنا مش عارف في حملة في الحقيقة في الاكانت ده لا ما فيش حملات. ولو كان في حملات قبل كده يقول لي الحملات اللي كانت قبل كده اهي والاعلان بتاعتها في مجرد بستنسخ اعلان من اي حملة تاني. طيب انا هنا اعمل ايه? ابدأ يقول لي حطي لي بتاعك اقول له ماشي وانزل لا مش اه في ده. هنزل تحت يقول لك هنا في ساب بورت الايه? بادوس عليها يطلع لي شوية هنا مقاسات ويقول لك تعملها باستيغات ديات وهكذا. فانت بتشوف بقى انت المواقع اللي انت مستهدفها فيها مقاسات ايه? بتخش المواقع يعني انت بتطر تخش بقى المواقع وتشوف المقاسات بتاعتها ايه? لو انت عايز اه مطرجة مواقع بعينها عدد مواقع قليل. او بتضطر بقى اي مقاس او اي اي تصميم? هتطلعوه هتعمل منه مقاسات دي كلها. كان طبعا فيه عندنا اه اداء اسمها ديس بلي اه بلانر لكن طبعا الاداء دي متشاهل بقى لها فترة كانت بتسهل عليها موضوع ده شوية. اللي هو بتدي لها المواقع يقوم هو داخل العامل سيرش فيه ويقول لي بص مواقع دي بتقبل المقاسات دي. فاعمل المقاسات ديت. فكان بيسهل علي الامر ايه? شوية. لكن طبعا الاداء دي متشاهلها داخلها اه تقريبا بقى لنا سنة هيت متشاهلها. في بعض بيقول ان هي هترجع تاني وبعد السابورت يقول لي لا خلاص مش هترجع. مهم يعني ما زال احمد في وقت الحالي متشاهلها مش موجود. في بعض الاكنتات ظهرها هي بتبقى ظهرها هنا. يعني في بعض الاكنتات اللي لها بدأ ظهرها. فده اللي خليني اتوقع ان هي هتظهر تانيا. بس الشاهد حتى لو ظهرت يعني نتجتها مش زي طيب بعد ما بتعمل الماسات بتقوله ايه ايه لا ده هتحول آآ سوريا هتخش هنا آآ اتقوم ده يصل عليها وتخد له كده شوية التصميمات اللي انت عملتهم دول بالمقاسات المختلفة. مسلا دول تصميماتك او بتاخدهم وتعملوا ايه ليها? بس بيبدأ يرفعه. لو طبعا في مقاس آآ يعني غلط زي ما انا عملت كان بزبط كل تقريبا كل المقاسات اللي رفعتها مش مناسبة. فبيبدأ يعمل لك على ان هي ايه مقاسات ايه باللون اللي الحمر. طبعا هو ممكن مش مش شرط تعمل كل المقاسات على مش شرط لما تدوس هنا على انك تعمل كل المقاسات دي. لكن لا يعني لازم تكون متأكد انك هتحط له مقاسات معينة. فاو هيوافق عليها ويتحرك عليها. لكن في موقع تانية لا تقبل المقاسات دي فبتالي مش تزعر عليها. رغم ان انت حطورها في التارجة فوق عندك. فبس مش هتزعر عليها. لان انت ما تطلوش المقاس المناسب للموقع ده. لكن بيبدأ ان هو يناسب كل حاجة. طبعا لو من هنا عايز تنتقل على طول على بتدوس ايه? خلاص بقول لك اه نمشي من هنا اقول له اه مش حابب انا الشكل اه فهمه ماشي من هنا وموديك الايه على طول. بس كده احنا خلصنا يعني سهل وبسيطة فيها شوية اه اتكلمنا فيها شوية لكن هي في النهاية بسيطة جدا انت مرت تانية تلاقي نفسك الحملة بالكامل ما بتاخدش معاك اه دقيق خصوصا ان انت يعني دايما اقوى اداء عندنا فكرة الايه فانت بان هي بعد كده بتبقى مسايف اللي بتاعت الحاجات دي كلها بتاعت المواقع اللي انت بترجطها او بتاخدها وخلص الموضوع على كده تحط التسعير بتاعك وشوية العديد بتاعت الحملة بتاخدش معاك خمس دقيق فعليا وتكون منتهي. انا هنتظر الاسئلة بتاعتكم او لو في اي حد عنده اسئلة عموان يعني ابدأ اسأل اه لو ما فيش اطلونا على طول نبدأ بقى في الايه في القسم التاني نخش بقى ازاي نعمل اعلانات اليوتيوب نشوفكم على خير في فيديو جاي ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.